اشتركوا في القناة كل التفاصيل دي وكمان هنجيب لحضراتكم او هنتكلم معاكم عن تفاصيل لحظة القاء القابض عليها لو حضرتك مهتم تتابع معنا تفاصيل الحكاية كلها ما تنساش تتعامنا وتضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد دعاء سهيل كانت ظهرت في الفترة الاخيرة بقالها فترة كبيرة جدا يعني بتنتشر على القنوات الفضائية المختلفة وكانت بتطلع تروج لنفسها وللمنتجات اللي هي بتصنعها فكرين احمد ابو النصر طبيب الكوركمين المعروف اللي كان يعني برضو بيروج على انه يقدر يعالج اي امراض موجودة عندك من الاسهال للمغز للمرض زي القلب السرطان اي مرة كبير يقدر يعالجه بمنتهى البساطة عن طريق العقاقير او الكوركمين اللي كان بيصنعه وللأسف طلع اللي هو كدابه طلع انه مالوش علاقة بالدكتور او بالدكاترة او بالطب عموما وتم القاء القبض عليه وحاليا هو بيتحاكم ويتحبس كمان يعني واتحكم عليه بسنتين سجن وكمان غرامة 100 الف جنيه تقريبا ولسه في استقناف ولسه في كمان اضايا والموضوع شغال معاه نفس الفكرة برضو دعاء سهيل بدأت ان هي تنتشر بشكل كبير على قنوات فضائية كبيرة والاجهزة الامنية بدأت ان هي ترصد ان هي بتظهر وكمان بتروج لمنتجات على انها مرخصة من وزارة الصحة تم القاء القبض عليها في احدى المناطق في المعادي وبعد ما قبضوا عليها بدأت ان هي تنهار وتقول انا ما عملتش كده وان المنتجات دي فعلا منتجات بتساهم بشكل كبير جدا في علاج مرض السمنة وان اي حد كان بيجي لي لو رفيع وعاوز يدخن كنت بعالجه على طول عن طريق العققير والاعشاب اللي انا بصنحها مش بس كده كمان لو حد تخين وعاوز يكون رفيع او رفيع ويكون عاوز تخين اقدر ان انا عالجه عن طريق الاعشاب والادوية دي فبدأت الاجهزة الامنية اخدوا عينات وبعتوها للمعمل علشان يحللوها ويشوفوا صدق كلامها ولكن اكتشفوا كمان ان هي كانت بتروج لنفسها على انها طبيبة ودكتورة معها دكتوراه من احدى الجامعات في دولة بريطانيا واكتشفوا ان هي ولا معها دكتوراه ولا معها اي حاجة ولا كمان لها علاقة بالطب نهائي قالوا ان هي حاصلة على باكالاريوس خدمة اجتماعية يعني مؤهل غير الطب ولا مسرا ولا هو العلوم ولا صيدلة ولا كلية الطب ولا حتى تمريض علشان تطلع وتصنع ادوية وتروج لنفسها ان هي طبيبة التهم الموجهة لها ان هي انتحدة صف الطبيب صنعت ادوية وعقاقير واعشاب غير مرخصة من وزارة الصحة كمان كانت بتطلع وبتروج لنفسها واللأدوية دي من غير ما تحصل على ترخيص طبية فاحنا للأسف امام واحدة كانت بتدعي ان هي طبيبة شوف كم واحد اخذ منها الأدوية دي وكان واحد تضرب سبب الأدوية والأعشاب والعقاقير اللي للأسف سببت ان هي كان بيتم تصنعها تحت بير السلم ومش متفقة للمواصفات والمعايير الجودة او للمعايير الصحية فطبعا احنا بناشد المواطنين ان ما حدش يصدق اي حاجة بتيجي على التلفزيون خصوصا في الفترة اللي احنا فيها دي قبل ما تتأكد مرة واثنين وتلاتة وتتصل كمان بجهاز حماية المستهلك وتتأكد هل الاعلان ده صحيح ولا لأ هل الاعلان والمنتجات اللي فيه فعلا حقيقة وبتقدر تعالج ولا مجرد شائعات علشان يروجه ويبيعه اكتر وخلاص يعني خليك وعي كده وما تصدقش اي حاجة بتتعرض وخلاص زي ما حضرتك شايف كده طبيب الكركمين والنهاردة طبيبة التخصيص دعاء سهيل ولسه كمان هنكتشف في الفترة الاخيرة اطباء او ناس بتدعي ان هما اطباء ويروجوا لاعشاب تحت بير السلم ربنا يحفظنا وحفظكم جميعا دي كانت كل تفاصيل الخبر اللي معنا النهاردة قول تطلع قول لحضراتكم كده علشان تاخدوا بالكم وللأسف لحد اللحظة دي مازال برضو الاعلانات بتتعرض على القنوات الفضائية المختلفة علشان كده بناشد جهاز حماية المستهلك وكمان يعني الاجهزة المختلفة المجلس الاعلى القائم على الاعلام ونقابة الاعلاميين انهم يشوفوا القنوات اللي بتعرض الاعلانات من غير ما يتحرط دقة هل هي حقيقية ولا مجرد شائعات علشان يحققوا ارباح وخلاص دي كل التفاصيل بشكرك لو وصلت معي لحد اللحظة دي وما تنساش تدعمنا وتضعط لايك تشترك في القناة تفعل زر الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد شكرا ليكم سلام